عمر مصاب ويفقد الكثير من الدماء لكنه مستعد حتى للتضحية بحياته لحماية بحر لا يستغرق الامر وقتا طويلا حتى يتم الكشف عن ان نهير يقف وراء الهجوم المسلح الربيع والنهر الان على حفة الموت للعب اوراقه من رابحة الاخيرة يتحرك الحريق لوقف النهر ولكن بعد فوات الاواني لبعض الاشياء كما استنفدت امال افسون في استعادة نوران ان اكتشاف ان الاسرة الحاضنة اظهرت قربها من نوران سيكون الضربة الاخيرة التي تدمر افسون وهو الان على يقين من انه ليس لديه فيار سوى المخاطرة بكل شيء وخطف ابنته افسون اردا ونوران مصممون على الهروب نحو حياة جديدة حيث سيكونون دائما معا ولن يتم فصلهم ابدا طالما انهم لا يستطعون شرح والدي نوران الحقيقيين فان ايديهم مقيدة انهم يخمنون من قام بالاخطار الذي تسبب في كل هذا سومري اظلم عينيه انه يقلب حياة الجميع رأسا على عقب ما حدث لابن اخيه نهير يزيد من كراهية كنعان ضد اتي نظرا لاستمرار الخطر على بحر يبدأ ارمر في اخفاءها في مكان يمكن ان تكون فيه امنة لكن حتى في السجن ليس من السهل الهروب من غضب كنعان من ناحية اخرى يطلب افسون من فولكان المساعدة للوصول الى نوران عندما لا يكون هناك خيار اخر لكن حتى الاستيلاء على كينان لن يحل التوتر بين بحر واتي وفي الليلة التي لا يستطيع فيها اردا تقديم حساد فان زواجه من افسون سيؤدي الى الانحطاط قرر افسون اخذ نوران ومغادرة المنزل لكن اردا لن تسمح له ديسمبر سوف يذهب بمفرده بدلا من افسون واطفاله العاب سيمر تحقق الغرض منها ولكن عندما يقوم سومري بخطوة اخيرة خارج الخط يتخذ السلطان اخيرا اجراءا مع اشتداد حرب النساء في القصر سيكون هناك اطفال يعانون منها مرة اخرى يتعلم نوران مثل هذه الاشياء عن نفسه وعائلته بحيث ينقلب عالمه رأسا على عقد لا يوجد سوى بحر ونار حيث يمكن لفتاة صغيرة ان تلجأ في هذا الوقت الصعب يبدو كما لو ان القدر مصمم على لم شامل بحر وابنتها لن يكون هناك خيار سوى العودة الى اسطنبول من اجل افسون لكن الذهاب الى اسطنبول يعني تقريب نوران من والده اتي نمى ذعر افسون كثيرا لدرجة ان الخطأ الحكمية يأتي خلال احتفال عيد ميلاد نوران في هذه الاثناء كل خطوة في لعبة الانتقام من اتي يوتشي تجبر كيناني على الخروج من الحفرة التي يختبئ فيها يردد صوت النار في اذنيهم جميعا واحدا تلو الآخر سيتم معاقبة الجميع الجميع نوران الصغير هو سبب حياته لكن اليوم يأتي عندما تفتح الابواب الحديدية للسجن سينوب ببطء يصبح تحرير بحر بداية الكوابيس الاكثر فضاعة لأفسون ظل اولئك الذين يحاولون الاستفادة من مخاوفه هو ايضا فوقهم في كل لحظة فقد بحر كل شيء في لال السنوات الماضية على عكس افسون الشيء الوحيد الذي يمنحه الامل والقوة هو ان يكون قادرا على رؤية ابن اخيه نوران الذي يعرفه وان يكون قريبا منه لانه ليس لديه عائلة ولا ذرية فقط ولا نار معه بعد الان يبدو الامر كما لو ان النار في قاع بئر مظلم لقد بدأ يلعب لعبة خطيرة للغاية للوصول الى كينان لعبة لم يستطع مشاركتها مع اي شخص ويمكن ان تجعله يخسر بحر الى الابد لكن كل الالعاب تخرج في مكان واحد امرأتان امرأتان الربيع والانفعال ومن بينهم طفلة صغيرة بريئة لا تعرف شيئا لائقا كل الاسرار كل الاكافيد كل الحروب تهز حياتهم اكثر من غيرها هل هناك سؤال واحد فقط الان هل ستتمكن بحر من استعادة طفلها الذي سرق منها خاطر السلطان بكل شيء لوضع حد لمعاناة افسون وهناك لعبة من شأنها ان تجعل البحار وفسون الاعداء الى الابد يبدأ تلوح في الافق ولكن هناك شيء لا يأخذه اي منهم في الاعتبار فتح كينان عينيه اخيرا ويريد الانتقام بينما تعاني عائلة اتاحا ايضا من انهيار داخلي لم يعد احد امنا الربيع الخداع النار اردى كما يتحول كل شيء الى مكان الحريق وهذه النيران على وشك ان تبتلع كل منهم عمر مصمم للغاية على الاستيلاء على بحر في غضون 24 ساعة والنار سوف تلقي بظلالها عينيك بحيث يمكنك دوج عمر الذي هو بعد والحصول على بحر هناك اناس في كل مكان سيستخدمون وضع بحر وضعف السلطان بشأن ابناء اخيه لمصالحهم الخاصة يبدو الامر كما لو ان هذه عملية تفكك لعائلة اتاحان ايضا رحلة بحر وافس حامل باحداث غير متوقعة ستبدأ فترة جديدة من حياة الجميع هذه العملية التي تقرب الاخوين قد تعني في الواقع نهاية كل شيء علم اتي ان كينان هو الذي استأجر مطلق النار الذي قتل عائلته اي انه اوفى بامر ديبي اتاهم لكن نار الانتقام التي تعيد تغليف الذات باكملها تؤدي ايضا الى سلسلة من الاحداث التي ستقود حياة احبائه الى الدمار صد طلقات نارية في قصر اتاهم يمكن ان تثق لحماية وانقاذ بحر وطفل في بطنها الان عمر يذهب على الفور بعد الحادث لان هناك جريمة قتل في الوسط الحي غير المحظوظ يصبح جسدا واحدا ضد الشرطة ولكن الان السبيل الوحيد للخروج من بحر وافسون هو الهروب بدأ ارمر عزيز رئيس مكتب جرائم القتل الجديد في البحث في ملفات افسون القديمة جميع الجرائم التي كان يعتقد انها مغطاة على وشك ان يتم الكشف عنها مرة اخرى من قبل عمر كلما رأينا كيف ان عمر هو شرطي متهور كلما فهم افسون بشكل افضل ابعاد الخطر الذي يواجهه لم يتبقى شيء لايفسون ان ارودا يمكن ان تأخذ القوة من غير حبها وطفل في بطنها افسون وبهار تشهد فرحة كونها تتوقع طفلا عن ومع ذلك فان رد فعل الاعصار يحطم سعادة بحر اتي داز يفعل كل ما في وسعه للحصول على والده من السجن لكن جهوده ستقوده الى مواجهة بعض الحقائق التي ستسعجه تكتشف الشرطة ايضا ان عفان وراء كل شيء لكن ليس من السهل لمس هذا الرجل القوي والمظلم يجب على سكان الحي غير المحظوظ ان ينتقموا ان الحياة هي معلوماتي الفيديو انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات